أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة التحليل البيئي معالجة المياه وتريتمينت وهذه هي الوحدة الخامسة ونسجل هذا المقطع لشرح محتوى وأهداف هذه الوحدة وتشمل هذه الوحدة أولا معالجة المياه الصرف الصحي ومعالجة المياه البحر ومعالجة المياه الشرب ونمرة واحد هنا معالج مياه الصرف الصحي اللي هي ويست ووتا تريتمينت اللي هو عندنا ثلاثة أنواع من المعالجات زي ما ذكرنا إنه معالجة مياه الصرف الصحي والبحر ومياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي تحتوي على خمسة مراحل المرحلة الأولى هو مرحلة نقل الماء لمكان المعالجة نمرة اثنين مرحلة الغربلة والغرب للتخلص من إجسام الكبيرة مثل الأخشاب والأحجار باستخدام المصفى نمرة ثلاثة معالجة كيميائية معالجة كيميائية وفي هذه الحالة في حالة المعالجة كيميائية ترسيب الملوثات ومعالجة بيولوجية والمعالجة البيولوجية هي لتحليل المواد العضوية ونمرة خمسة التحليل تعقيم وإضافة الكلور ومن هنا تصبح هذه المياه صالحة للاستخدام في الأغراض الزراعية نمرة ثلاثة معالجة معالجة مياه البحر وتحتوي على أربعة مراحل أساسية المرحلة الأولى منها هي مرحلة ضخ ونقل مياه البحر إلى المحطة المعالجة نمرة ثلاثة معالجة فيزيائية معالجة فيزيائية نمرة اثنين اللي ممكن تكون اثنين ألف واثنين با فيزيائية للتخلص من المواد العالي غالت لها زيت حجمها عن خمسة مايكرو ميتر اثنين با معالجة كيميائية للضبط الحمضية للضبط حمضية مياه البحر نمرة ثلاثة هنا نمرة ثلاثة في معالجة مياه البحر استخدام أحد طرق معالجة البحر استخدام أحد طرق المعالجة ونذكر هنا أكثر طريقتين مستخدمة في العالم هي معالجة الملتي ستيج فلاش أو التبخير الوميضي وفيه أخرى بسم الريفيرس أوسموزيس أو التناضح العكسي نستخدم أحد هذه الطرق والمرحلة الأخيرة هي التعقيم التعقيم وذلك بإضافة الكلور وجعل الماء جاهز لنقله لأماكن تخزينه وتوزيعه لأماكن الاستخدام المعالجة الثالثة هي معالجة مياه الشرب ووتا درينكين ووتا تريتمينت وهذه تحتوي على ستة مراحل تحتوي على ستة مراحل نمرة واحد هي مرحلة الغربلة غربلة وذلك بتخلص من الإكسام الكبير إذا أخشاب والحجار عن طريق المصفى عن طريق المصفى ونمرة اثنين طريقة التندف طريقة التندف وفي هذه الطريقة ترسب المواد العالقة وهي طريقة كيميائية وعلى اثنين وهي طريقة كيميائية لترسيب المواد العالقة نمرة ثلاثة الترشيح 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 وهنا الترشيح عن طريق الرمل لإزالة التندف أو الندف المواد التي تكوนت أو ترسبت في المرحلة الثانية نمر 4 التعقيم وهنا التعقيم بواسط الأوزون لقتل المايكروبات نمر 5 الترشيح وهنا الترشيح عن طريق الفهم النشط لإزالة الروائح والشوائب نمر 6 التعقيم وهنا يكون التعقيم بكلور لكي يصبح الماء جاهز للاستخدام وبهذا نصل لتناولنا أهداف هذه الوحدة والتي تناول معالجة مياه الصرف الصحي وتكون من خمس مراحل معالجة مياه البحر وتكون من أربع مراحل ومعالجة مياه الشرب وتكون من ستة مراحل وسوف نواصل الشرح بالتفصيل في مقية المقاطع لمحتوى هذه الوحدة